عموماً يمكن عندنا تصريح للأساس أسامة إسماعيل مدير لجنة الإعلام في الاتحاد قال إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعد وشكل ومكان تسليم درع الدوري للنادي الأهلي فهذا لم يتم حتى الآن أساس حامد عايزة باركلك مصر النهاردة كسرت حاجز المتين وكسرت الرقم القياسي التاريخي لها في الألعاب الأفريقية نعم النهاردة وصلت لمتين تسعة وعشرين ميدالية من متنوع البعثة المصرية في المغرب كان الرقم السابق أيضاً مصري في دورة الكنغو 2017 لما كان مصر عندها متين وسبعتاشر ميدالية النهاردة متين تسعة وعشرين ميدالية المتين تسعة وعشرين ميدالية منهم تسعة وسبعين ميدالية زهبية وده رقم لأنه السبعة وتمانين فضية تسعة وخمسين برونزية لكن لازال زهب المصريين في الكنغو هو الأعلى وأنا كنت أحد شهوده نعم أخذنا وقتها خمسة وتمانين ميدالية زهبية وتلاتة وستين فضية وتسعة وستين برونزية نأمل إن شاء الله وقد كسر الرقم القياسي للميداليات المتنوعة نكسر الرقم الزهب إن شاء الله الحقيقة أنه هذا الموضوع من الموضوعات اللي بتسعدني منذ أن انطلقت دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة في المغرب بتنظيم رغم أنه يعني أختير المغرب على عجل لكي يحل محل الكنغو فبدل جهد كبير وتنظيم رائع باسم المغرب وباسم العرب في أفريقيا أما أبطال مصر فهم قد رفعوا الرأسة عالياً خصوصاً إن هؤلاء الأبطال يعني أنا بالمتابعة اليومية واللي بيتابعوني عبر الفيسبوك وعبر تويتر يعرفون أني أنا ببقى حريص على كل خبر رائع بأس كل أخبار البهجة والسعادة